إلقاء القنابل النووية على هيروشيما وناكزاكي في الحرب العالمية الثانية بدأ العلماء في البحث عن طرق تمكننا من استغلال الطاقة الناجمة عن الانشطار النووي لكن تبين أن الأمر صعب ومكلف للغاية تطبيق الفيزياء النووية كان سهلا على الأوراق لكن كان صعبا على أرض الواقع كل هذا تغير في بدايات عام 1973 للميلاد عندما قامت الدول العربية بفرض حظر على تصدير النفط العربي مما جعل أسعار النفط ترتفع بشكل هائل هذا الأمر دفع الدول المتقدمة للبحث عن مصدر جديد لتوليد الطاقة وهكذا ظهر مفاعل الماء الخفيف إذن كيف يعمل هذا المفاعل؟ المبدأ بسيط للغاية يسخن لب المفاعل نتيجة التفاعل النووي فتسخن المياه المحيط به وتتحول إلى بخار هذا البخار يتحرك عبر الأنابيب ويحرك التوربين ونتيجة لحركة هذا التوربين تتولد الكهرباء ثم يتم تكثيف بخار الماء من جديد وععادة استخدامها باستخدام مياه البحر أو أي مصدر آخر إذن كيف يسخن لب المفاعل؟ حسنا يحدث ذلك على الشكل التالي يتم إحضار ذرة يورانيوم 235 ويتم قذفها بنيوترون بطيء جدا ذرة اليورانيوم تلتقط النيوترون لكنها لا تستقر وسرعان ما تنقسم إلى ذرة كريبتون وذرة باريوم بالإضافة إلى ثلاث نيوترونات ومطلقة طاقة هائلة على شكل إشعاعات جاما هذا التفاعل يسمى التفاعل التسلسلي لأن النيوترونات التي تخرج من ذرة اليورانيوم المشطورة تستخدم في شطر الذرات المجاورة لها الأمر شبيه لما يحدث بالقنبلة النووية لكن يا ترى لماذا لا ينفجر المفاعل النووي؟ حسنا يجب أن نعلم أن هناك نوعان من اليورانيوم يورانيوم 235 ويورانيوم 238 عندما يصطدم النيوترون باليورانيوم 235 تتولى الطاقة وينشطر لكن عندما يصطدم النيوترون باليورانيوم 238 لا شيء يحدث لذلك فاليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية تكون نسبة اليورانيوم 235 فيه تساوي 3% فقط فبدلا من تحفيز اليورانيوم كله فجأة كما يحدث في القنبلة النووية يتم تحفيز كميات أصغر وبالتالي الطاقة الناتجة تكون أقل أيضا لمنع لب المفاعل من الانصهار يتم استخدام قطبان من مادة البورون هذه المادة تلتقط النيوترونات الفائضة وبالتالي توقف التفاعل في حال فشل هذه القطبان في التقاط النيوترونات سينصهر لب المفاعل وتحل الكارثة وهذا ما حصل في مفاعل تشورنبل إذن هل أنت مع بناء مفاعل نووي أم ضد هذه الفكرة أخبرنا في قسم التعليقات بالأسفل وكما هو الأمر دائما شكرا على المشاهدة